وطن منحازون للحقيقة رابعا تسليط الضو على قضية الأسيرات على المستوى المحلي وحشد الدعم والتأييد الدولي والعالمي أخيرا توثيق معاناة الأسيرات وما يتعرضن له من انتهاكات نفسية وجسدية وعليه وبناء على ما سبق فإن حملتنا تطالب بما يلي أولا يجب تطبيق كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وخاصة اتفاقية جينيفر الرابعة وما يندرج تحتها من بدون الاتفاقية كحقوق الان الصحية والتعليمية لأسيرات ثانيا لا بد من توفير العلاج والجراحة وبشكل عاجل لأسيرات الجريحات ثالثا توفير العلاج النفسي والوظيفي لهن رابعا يجب أن يتم إدخال الأدوية غير المتوفرة خاصة للأمراض المستعصية خامسا إدخال الأطباء طبيعة نسائية واحدة على الأقل للكشف وبدوء بشكل مستمر على الأسيرات المرضى سادسا تخفيف اكتظاظ الأسيرات داخل السجون سابعا توفير التعليم الجامعي للأسيرات وإمكانية إدخال الكتب لهم هذا وسيتم تنظيم أنشطة وفعاليات مختلفة تهدف إلى دعم ومناصرة الأسيرات من خلال الأنشطة التالية ويجب أن نشارك جميعنا فيها سيتم عقد لقاءات وزيارات مع القناصل والممثليات لنقل رسالتنا هذه دوليا وأقليميا ومحليا سنقوم بزيارات للمؤسسات الدولية ذوات العلاقة لحثهم ومطالبتهم بأخذ دورهم تجاه قضايا الأسيرات لا سيما الجريحات والقاصرات منهم أيضا سيتم توثيق لقصص الأسيرات ومعانتهن عن طريق مواد إعلامية كأفلام سبطات قصص إلى آخره لنشرها على المستوى المحلي والدولي أيضا عمل زيارات ولقاءات للجامعات والمدارس لحشد الدعم والمناصرة لقضايا أسيراتنا القيام بمراسلات من خلال وزارة الخارجية للممثليات والاقتلافات والشبكات الإقليمية والدولية لحشد الدعم والمناصرة والوقوف على قضية الأسيرات أيضا سيتم إعداد ملفات خاصة بكل أسيرة وتزويد الإعلام بها لتفعيل دورهم في إسناد الحملة إنهم من واجبنا جميعا كمؤسسات حكومية وأهلية وإعلامية وحقوقية وإنسانية أفرادا وجماعات أن نتكاتف جميعا لحشد ودعم ومناصرة هذه الحملة لتحقيق هدفها وفضح الممارسات اللا إنسانية ضد نساءنا وفتياتنا الأسيرات وأخيرا أقول لكم جميعا كل عام وأنتم بخير ونساء فلسطين بخير كل عام والنساء قادرات على الحياة رغم تحدياتها ومعيقاتها وصعوباتها كل عام وأسيرتنا الفلسطينيات العظيمات صانعات الحرية بألف خير السجون الإسرائيلية حولها مناضلين إلى مراكز جامعية إلى معاهد أكاديمية لأنهم اتمكنوا بتضحياتهم ودماءهم وعرقهم واستشهاد الكثير منهم من أجل انتزاع حقوقهم في حقهم في التعليم وكان الاحتلال يعيق هذه العملية بشكل كبير يضايق على الأسرة والأسيرات ويمنعهم من الوصول إلى حقهم الطبيعي في التعليم من خلال ممارسات صعبة وخطيرة من خلال اعتداءهم بالتفتيش على مهاجعهم ومن خلال سحب أي ورقة أو كتاب يقع بين أيديهم ومن خلال منعهم من التسجيل في الجامعات العربية أو الجامعات الفلسطينية ونتيجة لهذا النضال سمحوا لهم بالانتساب إلى الجامعة المفتوحة الإسرائيلية رغم صعوبة التواصل مع هذه الجامعة وصعوبة التسجيل ومماطلت سلطات السجون من منحهم الحق في الوصول إلى التسجيل في الجامعات إلى جانب هذا منعت سلطات الاحتلال من إدخال الكتب أو الأوراق أو الدفاتر أو الأقلام إلى داخل السجون ومن هنا كانت المقاومة عنيفة لأن التعليم حق إنساني لكل مواطن وأسرانا الأبطال القدماء كانوا يساهموا في تطوير إمكانيات الأسرة الغير متعلمين من خلال فرز الجميع من المناضلين لتعليم الأميين ومن خلال مساعدة الطلبة حتى الالتحاق بالثانوية العامة وأيضا من خلال المساعدة في تعليمهم لغات داخل السجون وحسهم على القراءة والمطالعة والثقافة حتى تبقى روحهم الثقافية وإنسانيتهم في داخل السجون موجودة تتحدى السجان وتتحدى الجلدات حكم عهد التميمي يفتح ملف الأحكام في هذه المحاكمة العسكرية التي أصدرت أحكام رادعة وغير مسبوقة بحق الأطفال بشكل عام وبحق أيضا قاسرات يعني شروق دويات حكمة 16 سنة الشاتين العياد حكمة 15 سنة هدي العواد حكمة 16 سنة أو 13 سنة وغيرهن من الأسيرات خاصة المقدسيات والأسيرات من الداخل صدرت بحقهن أحكام عالية جدا مع أن اتفاقية حقوق الطفل الدولية بتقول أنه اعتقال القاسرين أو القاسرات يجب أن يكون لأمر طارق جدا وشاد جدا ولأقصر فترة زمنية ممكنة ولكن كما شهدنا إسرائيل تزوج بأطفال فترات طويلة جدا وتصدر بحقهم أحكام رادعة مصحوبة أيضا بغرامات مالية كبيرة جدا هذا الحكم حكم عهد التاميم يفتح الوضع داخل المجتمع الإسرائيلي من خلال سياسة التشريعات والقوانين التعسفية المحمومة التي دأبت حكومة الاحتلال على تشريحها خاصة بعد عام 2014 حوالي 65 قانون ومشروع قانون معادي لحقوق الشعب الفلسطيني معادي لحقوق الإنسان معادي لحقوق المعتقلين داخل السجون حوالي 20 قانون ومشروع قانون فقط تجاه الأسرى الفلسطينيين يعني الكنيسة الإسرائيلية تحول إلى ورشة عمل عنصرية في تشريع قوانين تعسفية وظلامية اتجاه شعبنا واتجاه أسرانا في السجون ومن بين ذلك هي اعتقال الأطفال في الوقت اللي بتحتفل فيه كل نساء العالم بمناسبة الثامن من آذار من أجل تحرير المرأة من كافة صنوف التمييز والاتهاد السياسي والمجتمعي والثقافي والاقتصادي تواصل قوات الاحتلال انتهاكها لحقوق شعبنا بما فيهم حقوق الأسيرات والمعتقلات الفلسطينيات فهي تمارس سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم بجانب انتهاك حقوق الأسرة بما يخالف اتفاقية منهضة التعذيب التي حضرت المعاملة اللا إنسانية الحاطة بالكرامة هناك مئات الشهادات التي أدلينا بها الأسيرات حول التعذيب والانتهاكات اللي برتقبوها مصلحة السجون وقوات الاحتلال وتواقمهم الطبية ومحققيهم بحقهم في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف وكيف بتم حرمانهم من الحقوقهم الأساسية من خدمات صحية وطعام واحتجازهم في ظروف غير إنسانية مطلقة فأحيانا كثيرة إدارة المصلحة السجون ترفض توفير العلاج الطبي اللازم إلهم وبترفض نقلهم إلى المستشفيات المدنية لتلقي العلاج المناسب وما بتسمح بدخول الأطباء المستقلين للوقوف على أوضاعهم الصحية إضافة لتعرضهم العديد من الأسيرات من فتيات قاصرات للاعتقال بصورة كثير وحشية كما استخدمت ضدهم القوة المفرطة ولم يتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم وطن منحازون للحقيقة